صندقان أمامه لينتخب فيهما مجلسين واحد للبرلمان والثاني مجلس الخبراء وهو هيئة من رجال الدين من بين مهامهم اختيار مرشد جديد للجمهورية الإيرانية في حال تنحى سلفه أو فارق الحياة وهي أذاك لحظة تاريخية في مسيرة الرجل الذي حكم إيران بقبضة محكمة لـ 35 عاماً إذ يختار من سيحددون مستقبل نظامه وقد بلغ من الكبر عتية أي يكن ليس في المعطيات ما يوحي بأي تغير في نهج النظام الإيراني الذي أفرزته ثورة عام 79 نهج فككته مجلة الأكسبراس الفرنسية بتحقيق مطول فندت فيه عناصر استمرار النظام الإيراني بمحاور أربعة قوامها زعزعة الاستقرار على مستوى العالم على رأس المحاور بسط النفوذ الأيديولوجي في الشرق الأوسط ومن ثم تصدير الأزمات عبر حروب الوكالة فترسيخ النظام في الداخل وأخيراً التهديد النووي تصدير الثورة استراتيجية سنها مؤسس النظام الإيراني الخميني عبر التغلغل في دول تحتضن مجتمعات شيعية أو طوائف قريبة من النهج الشيعي على غرار لبنان وسوريا والعراق واليمن تطور الأمر لاحقاً عبر مخاطبة مشاعر مجتمعات لديها مظلومياتها انطلاقاً من قضايا سياسية معقدة كما هو الحال مع الفلسطينيين في قطاع غزة وهنا استخدم نظام إيران أدبيات شعبوية غير دينية كمحاربة الاستكبار العالمي ليست الثورة وحدها ما يصدره نظام إيران إنما الحروب أيضاً وكلاهما يكمل بعضه فقد أسست إيران في غير بلد عربي ميليشيات تحمل بالنيابة عنها البنادق كما تتحمل هي والدول العاملة فيها وزر أطلاق النار وبينما يذر الرمادة في عيون المجتمع الدولي عبر حروب الوكلاء يستفرد نظام طهران بباحة منزله ليكرس بقاءه وذلك عبر اعتماد سياسة الوحشية المفرطة في قتل الأمل في صدور المطالبين بالإصلاح سواء بأعدام المعارضين السياسيين أو بقمع الاحتجاجات تبقى أمام النظام الإيراني تطوير تهديده النووي أكثر فأكثر تقول الأكسبرس عبر المسارعة في زيادة منتوج اليورانيوم عالية تخصيب ومع أخفاق السياسات الغربية في ضبط سلوكه نكون في نهاية المطاف أمام نظام كان يبتز العالم بدون سلاح نووي ثم بات لديه منه درسانة